بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل مع بعض بروسي بلاس بلاس النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة اسمها الـ Function Overloading يعني ايه Function Overloading هنعرف احنا شغالين النهاردة باذن الله طيب ده المثال اللي كنا عاملينه مرة اللي فاتت كنا عاملين انت وي وي دي باخده default value بمية ومخالينه return الـ xz y وهنا ايلن له sum للن واحد بيت كنا هندخلها وتتجمع عليها المية لو عملنا run هندخل الرقم طلعي لنا مية وخمسة طب نجرب كده نعمل run وندخل 8.8 طلعي لهم مية وثمانية ليه انا ايلن له مين انت فبيجنور الكسور طب لو جيت هنا قلت له كده سياوت يا سيدي السم بتاع اثنين ونص كما ثلاثة point seven اثنين ونص وثلاثة point seven المفروض يطلع كامل ستة واثنين من عشرة لو جينا عملنا run طلعي لنا مية وخمسة والتانية طلعت بخمسة اللي جنب طب ليه ما طلعش ستة وشال النص وشال point seven رماهم كده كأنهم مش موجدين اصلا لان انا اقيل له انت وانت خد الرقم الصحيح بس وطنش بقيت الارقام طيب اه في الحالة دي انا مضطر ان انا اضبط حاجة في السم علشان خاطر يعني تقبل الكسور انا كنت محتاج ايه ان انا اقول له انت sum مثلا وهنا double وdouble او float وfloat طيب ما دي هتعمل لي مشكلة في الحاجات التانية اللي هتدخل لو انا عايز حاجات فيها ارقام صحيح بس بالتالي بروح عامل نفس function مرة تانية ممكن اقول له كده double sum double sum دي بتاخد ايه بتاخد حاجتين كسور double a w b طبعا لو قلت x y برضو مش هيعترض يعني ما فيش مشكلة فيها ان انا اتكرر نفس الاسم وهقول له return a زائد b نعم بس اندل عين عشان نشوفها صح وهبدأ عامل تشغيل دلوقتي ثلالي 6 و 2 من 10 هو صح طب ليه هو دلوقتي عنده اتنين سم بس كل واحدة فيهم لها نوع هو شاف البرامتر اللي ما بعطين نوعهم رايح فين شايفين بص لما بقى عليها بيطلعلي ان دي هتروح لدابل سم اللي فوقها بتروح لانت سم و عنده اتنين سم بس مين اللي انفضلها و رفعها في الدرجة الاولى بالنسباله و اللي هو هيستخدمها الانت و اللي تحت الدبر ليه شاف البرامترز انواعها ايه و راح على اساس انواع البرامترز طب هال الكمبيلر هيتلقبط عشان فيه اتنين سم؟ لا مش هيتلقبط بس ماينفعش ياجي في مرة اروح اييله انت سم و انت سم و انت اكس و انت اكس و انت واي و انت واي احط نفس البرامترز و احط نفس نوع الفنكشن كله مع بعضه يتكرر كده لا انا لو خدت دي كده كوبي اهي كده كده كنترول سي و عملت كنترول في كده ادي كوبي ليها دي كده تعمل لي مشكلة النفس الفنكشن من نفس كل حاجة مكتوبة مرتين انما كل فنكشن مكتوبة بنوع مختلف و مكتوب البرامترز مختلفة انواع البرامترز اذا مش مشكلة الاسم انا ممكن اقول له اكس و واي عادي اهو اكس و ادي واي وهقول له ريتيرن لل اكس زائد واي كده مش هيعترض عليها نفس الاسماء عادي بس الانواع مختلفة لازم اغير في النوع يئمة اغير في الانواع كلها يئمة اغير في نوع حاجة من البرامترز يعني انا كان ممكن اجي اقول له كده انت اكس و دابل واي في الحالة دي هيطلع لي كامل اوتبوت بتاع هنا هيطلع لي خمسة و سبعة من عشرة لانه هو هياخد الباريبل الاولاني على انه انتجر طلع لي خمسة و سبعة من عشرة ليه او اخد الاتنين و نص دي على انها اتنين زائد تلاتة و سبعة من عشرة المهم عندي ان انا بقى مغير حاجة في البرامترز يئمة اغير الايه الاوتبوت بتاعه تمام اتمنى اكون افتتك في الدرس ده والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته ترجمة نانسي قنقر